انت عزفت يا بتاع البيانولا انت عزفت يا بتاع البيانولا وجعت دماغنا اهلا بكم طبعا ناس كتير علاقت من زمان وانا ساكت يعني على موضوع المقدمة بتاعة الحلقات بتاعتي ايه هو فيديو سريع كده بس عشان نوضح الحكاية دي قصة موضوع البيانولا ده ودي قصة حقيقية على فكرة وانا ممكن اقولها علشان حتى كمان الناس اللي بدأت تتعلم جتار ممكن تلاقي فيها حاجة لطيفة يعني لما بدأت اتعلم جتار بدأت كلاسيك وبعدين بعد ما بدأت قررت ان انا اكمل في المودرن وجبت جتار الكتريك بسيط كده وبتديت اتعلم وبتديت ادخل الكورش ترينيتي مع عازف السكسفون المصري العظيم الاستاذ عبدالله ابراهيم الاستاذ عبدالله كان ساكن في مدينة نصر وانا كنت ساكن في العجوزة فانا عشان اروح مدينة نصر ده طبعا لازم يبقى يوم اجازة لان انا بشتغل طول الاسبوع فكان يبقى يوم اجازتي فهي بقى يوم جمعة فكان ساعتها الاجازة جمعة بس في المكان اللي كنت بشتغل فيه فكان لازم عشان احضر الحصة بتاعته الدرس بتاعته لازم يكون يوم جمعة المهم الوقت هو لقى لي وقت معين هو طبعا مشغول بعمله هو الخاص ومشغول كمان بتلاميذه والناس اللي بتاخده عنده دروس فكان فيه وقت معين بس اللي اقدر الروح فيه للاستاذ عبدالله كان بعد صلاة الجمعة فكانت المشكلة عندي ان انا هاخد الجتار طبعا كنت باخد معي الجتار الكلاسيك فكان لازم اخد الجتار وحركب مواصلات ما كانش عنده عربية فكان حركب اوتوبيسين تقريبا على ما اذكر يعني بس كانوا فاضين بقى كان يوم جمعة والناس اللي هي اجازة فكانوا فاضين يعني من 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 العجوزة للتحرير تقريبا ومن التحرير حركب لغاية اخر مدينة نصر كان ساعتها اخر مدينة نصر دلوقتي اجد مدينة نصر ممكن تكون مثلا وصلة الاسماعيلية اه كنت بركب المواصلتين دول ومعي الجتار الكلاسيك من غير بقى لشنطة ولا حاجة خالص كنت بقوا معي الكتب بتاعتي وراجل ايه بقى رايح عشان الحصة بتاعتي عنده الاستاذ عبدالله طب اعمل ايه في الجتار عايز اصلي الجمعة مش بقول اخد الجتار معي المسجد واقعد جنبي طبعا الناس كلها هتبصلي فكنت بروح عند عبدالله الصبح اسيب الجتار وانزل اروح اصلي الجمعة وارجع عشان ايه اخد الحصة مع عبدالله عبدالله كان ساعتها كان عنده بيانو 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 يعني البيانو ده كان محدوط في الصلاة وكان عبدالله لسه ما يعني مفراش الشقة خالص فكانت البيانو في الصلاة ومفيش اي حاجة كرسي لايه يا كرسي اللي أستاذ عبدالله عشان يشرح له الحصة بتاعتي فالبيانو من الالات اللي صوتها عالي جدا ومتنفعش فيه المدن يعني مينفعش ان يبقى حد تساكن في شقة عنده بيانو لان كل العمارة حتسمع هو بيعمل ايه؟ فطبعا اللي هيتمرن واللي هيعمل هيأكيد هيشل الناس يعني من الصوت بتاع البيانو اللي موجود ده. يبدو ان استاذ عبدالله ما ياخدش باله من النقطة دي. هو هو تصور انه ساكن في دور عالي دور العاشر تقريبا او التاسع. وتصور انه مفيش ناس ساكنة في العمارة فوقه تحت كتير بس العمارات اللي حواليه طبعا او الناس اللي ساكنة قريدي في العمارة هو مش عارف هو سكنه امتى? هيبقوا سامعين كل حاجة والاستاذ عبدالله جاب البيانو ده وهو مش قلته فكان بيتمرن هو بيانو بيانو كتير عشان يتعلم البيانو وفي نفس الوقت يتمرن هارموني ويتمرن جاز وكان راجل يعني راجل عظيم يعني فطبعا انا يعني ما اعرفش ايه الديناميكس عنده في الحتة بتاعته ولكن في مرة كنت واخد الجتار في امان الله وطالع قبل الصلاة كاعدتي هسيب الجتار عند الاستاذ عبدالله وهنزل اصلي الجمعة فوصلت عنده العمارة ولقيت راجل ضخم جدا لبس جلابية ومعاه ابنه ضخم جدا زيه برضو لبس جلابية والاتنين بقى عينيهم بتطلع شرار وراحوا بصين لي بالجتار بقى هو ده اللي بيصحينها طول الليل انا لقضت الفكرة انا انا اساسا حاسبها من زمان ازاي الاستاذ عبدالله بيستعمل البيانو في الصالة والعمارة حواليا ما بتشتكيش يعني يعني طول النهار حسطس وطول النهار هو بيذاكر هو كمان فاكيد الصوت طبعا ليل ونهار شغال بيانو يعني فالناس ديت انا ما يعني شفت الشرار بينطف يعنيها عرفت ان الجتار ده ممكن مسلا يتكسر على دماغي انا كنت خايف على الجتار طبعا اكتر من دماغي لانه كان غالي ساعتها مكنش عارف اشتري وقعد تاني بصت لهم بس مجرد ما خلصوا الكلمة وطبعا توقعوا ان انا رد او دافع عن نفسي انا طلعت اجري يعني طلعت على عبدالله طلعت اجري على عبدالله استخبع عنده طبعا فضلت وقف على السلم شوية غيرت ما تأكدت الناس دي مشت وطلعت الجتار عند عبدالله وطلعت اجري على صلاة الجمعة ومن ساعتها بقى ما كنتش بحرص ان انا قامش بالجتار كده وبيانه في الشارع الناس مش هتفهم بقى انا على بشرح لهم بقى مش انا ده عبدالله ده بيانو وده جتار وده قصة كان زمان اتضربت يعني وكانش زمان يقعد معاكم يعني في الحلقات دي كان زمان كرهت المزيكة والجتار اتضربت على الناغي فما كنتش لها زاكر ولا هروح لعبدالله تاني ولا هتعقد وقعد في البيت يعني فدي قصة انت بتاع البيانولا دي كانت قصة مستوحى من موضوع القصة بتاعة عبدالله والناس اللي اتمنى ان هم يكونوا رديو عنه دلوقتي ان هو راجل فنان جميل جدا وفنان عظيم ولو عارفوا قيمة عبدالله كانوا استحمله البيانو بتاعه دوت ليل ونهار واستحمله حتى الساكسفون بتاعه ليل ونهار يعني لو عارفوا قيمة الاستاذ عبدالله هشوفكم الحلقة الجاية موسيقى